بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم جميعاً بكل خير كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك عجيز المشاهدين كنت تشاهدني من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليجة والوطن العربية ومن كفة أنحاء العالم أهلاً ومرحباً بك في برنامج عيد الواقع وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك من خلالها إن شاء الله بنعايدكم عبر الاتصالات وأيضاً على هاشتاق البرنامج اليوم في عيد الواقع واحد في تويتر بالإضافة إلى أننا حنستقبل أيضاً اتصالات المسؤولين ونتعرف كثير على حج هذا العام والجهود المبذولة اللي ولله الحمد وفقت حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين بتنظيم هذا الحج لهذا العام شاكرين هذه الجهود المبذولة من جميع الوزرات والطاقم اللي جالس يبذل قصار جهداً لنجاح حج هذا العام كما نسأل الله بمنه وفضله وكرمه وجوده وعطاء أن يتقبل من الحجاج حجهم ونقول لهم قريباً إن شاء الله حجاً مبرور وسعياً مشكور وذنباً مغفور ويعودون إلى أهليهم سالمين غانمين من كل فج عميق أتوا للمملكة العربية السعودية وتحديداً البلد الحرام مكة المكرمة ليقضون هذه المشاعر ولينتهون من أداء مناسك هذا الحج لهذا العام المشاعر كثيرة الأمور كثيرة بعد أن غادروا نجوم برنامج سكريبتي لأهليهم في جميع مناطق المملكة في الجنوب وفي القرب في الشرق أيضاً وفي الشمال وأيضاً في المنطقة الوسطى وفي كل مكان من خلالها ودنا نستعرض مشاعر الناس مشاعر متسابقين مشاعر الطاقم المذيعين حيكونون إن شاء الله بعد قليل معنا نجوم وضيوف وحنستمر معاكم خلال الساعتين القادمة من خلالها عندنا جوائز حنقدمها لكم أنتم جمهورنا الكريم عبر الاتصالات الهاتفية وأيضاً إن شاء الله على هاشتاغ البرنامج الواقع واحد في تويتر بدايةً ودنا يعني بعد قليل إن شاء الله نستقبل فيها اتصار رئيس مجلس الإدارة الشيخ ابراهيم بن صالح الحسين وهو مالك قالات الواقع الفضايا حسنًا حسنًا